انفصلت عن جزها في أعدة رومانسية وفنان سوري باس رجليها بمشهد خادش وبنتها الشقرة بهرت الجمهور حكايات من حياة سلافة معمار ممثلة سورية موهوبة من نجمات الصف الأول أبهرت الجميع بأدوارها المميزة لكن في الفترة الأخيرة كتر الكلام حوالها بسبب اتجاهها الأدوار مثيرة للجدل وإطلالتها الكاشفة عشان تنضم الغيرها من النجمات اللي بيتعرضوا لهجوم دايم على مواقع التواصل الاجتماعي خلونا نقرب أكتر من شخصية النجمة سلافة معمار وبنتها اللي أثار ظهورها ضجة كبيرة بسبب ملامحها الأوروبية وجمالها اللافت اتولدت سلافة معمار في مدينة سلمية التابعة لمحافظة حماه سنة 1976 ودرست الأدب الإنجليزي في البداية بجامعة دمشق لكن بعد كده انتسبت للمعهد العالي للفنون المسرحية وبعدها شقت طريقها للشهرة والنجمية أول ظهور لها على الشاشة كان من خلال مسلسل أعلى خمس نجوم وكانت في الوقت دا لسه في مرحلة السنوية العامة انطلقت سلافة بعدها عشان تحصل على البطولة في جميع أعمالها الدرامية مش بس في سوريا ولكن كمان في مصر لما شاركت النجم الكبير يحيى الفخراني بطولة مسلسل الخواجة عبدالقادر اتعرفت سلافة على الممثل والمخرج السوري من خلال دورها في مصرحية كسور وتجوزوا سنة 2002 وأنجبت منه بنتها دهب لكن سنة 2012 انفصلوا سلافة صرحت بعد الانفصال انها مش ندمان على الخطوة دي وكانت سعيدة بالتجربة دي وبتحرص دايما على نشر صورها مع بنتها الجميلة اللي ليها ملامح أوروبية حيزت على إعجاب كول رواد منصات التواصل الاجتماعي وعلقت سلافة معمار على تصريحات طلقها الفنين سيف الدين سبيعي لما قالت فيها ان قرار انفصالهم استغرق ديقتين وقالت ان سبيعي خانوا التعبير وكان بيقصد ان قرار الانفصال اتخذ بالاتفاق معها وقالت كمان ان الانفصال حصل بينهم بالتراضي وكان وقتها بيشاهدوا التلفزيون مع بعض لما بصوا وقالوا اننا عايزين نبدأ بإجراءات الانفصال وقالت ان القرار ما كانش فجأة وكان نتيجة تراكمات أكدت معمار انها تعاملت مع سبيعي بمسألة الانفصال بشكل عقلاني وقبت استياءها من ردود الأفعال تجاه تصريحات سبيعي بان الانفصال استغرق ديقتين سلافة معمار تجاوزت الخطوط الحمراء وتعرضت لموجة من الانتقادات الشديدة وده كان بسبب مشهد خارج ظهرت فيه بمسلسل على الحد مع الممثل رودريك سليمان وخرجت سلافة تدافع عن نفسها وتتهم الناس انهم فاهمين موضوع الجرق أغلط وان مشاهدها بتكون في سياق ديرامي وقالت ان المشكلة عدم الفصل بين شخصية الفنان الحقيقية والشخصية اللي بيقدمها في العمل مشهد مسلسل على الحد ما كانش هو المشهد الوحيد اللي عمل ضجة ولكن كان لها مشاهد كتير اللي ظهر فيه وهو بيبوس رجليها بشكل حميم وغيرها من المشاهد اللي عملت جدل كبير خصوصا انها كانت في أعمال ديرامية واعتبرها الجمهور انها مشاهد خاتشة للحياة ضجة تانية عملتها الفنانة سلافة على سوشيال ميديا لكن المراضي بسبب بنتها دهب اللي بقت شابة شقرة بملامح أوروبية واللي بتحرص انها تنشر صورها على منصات التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة